ستبقى قديمة فقير إذا أردتك تتبعاد الحوايج التي سنهضرها اليوم في هذا الفيديو هذا ما سنهضر عليه سيكون هو السبب أنك مثلا في خدمة تتخدم من سعود إلى خمسة ولم يحامل شغازك في حياتك كاملة ولم تعمل فيها ولم تستطيع أن تخرج ولم يجب عليك فلوس لأن هذه الخدمة لا تخلصك ولم تريد أن تخلص والأكثر من الناس يعيشون بحلاك شيء لا يوجد أكسبيل لأن كل شيء تربى بحلاك والديك مربين بحلاك أصحابك وعائلتك ومربين بحلاك إلا الناس الذين يعقوا فرقه وأنا إن شاء الله في هذا الفيديو أريد أن نحل لكم عينيكم جيدا لكي تعرفوا الناس الذين لديهم الفلوس كيف يخموهم وكيف يجعلون الفقارة بسبب الأفعال التي يقومون بها السورة الذين تعلقوا بالفلوس لأننا نرغم البروغراميين الخاصة لتعاملوا مع الفلوس بحلاك ولم يتعرفون أي طريقة بحلاك لأن المجتمع والمعارضة المعارضة بحلاك كل شيء يتخدم في السيستم لأنها طريقة سهلة وطريقة لا يوجد صعوبات وإذا أردت أن تبتلوا هذه الطريقة للتفكير الخاصة للفقر وهذه الحوايج التي تقومون بالفعل يجب أنكم تقومون بالفعل أرى أرسكم في المراياة وقالوا ماذا نقوم بالفعل لماذا أنا لا أزال لدي الفلوس لماذا أنا لا نجح في حياتي وهذه السعارة تنضيفك حرقة لكي تقوم بالفعل أريد أن أذهب إلى 7 الحوايج التي لا يجب أن تقوم بالفعل لكي تعيش أحسن حياة بالأخص فيما يتعلق بالفلوس ربية الحال أول شيء هي أنك تكون جاهل من ناحية التقافة المالية تكون تعرفون الخطر على القراية من دراسة الونيفرسيتي مصر أو البيتش دي لا يتعلمونك التقافة المالية والقراية لا تتوقف عند البيتش دي لأنه لم يكن تقاري يجب أن تقوم بالتعلم والحوايج التي يجب أن تتعلمهم لكي تكون ناجحة من ناحية الفلوس لأن المدرسة أو الونيفرسيتي أو أي مستوى لا يتعلمك التقافة المالية لا يتعلمك كيف تقوم بالفلوس وغير كيف تقوم بالفلوس لا يتعلمك كيف تجاري الفلوس كل شيء إذا أردت لديه الكريدي كل شيء يضع في الكريدي كل شيء يأتي بخاوي دعيه خatterتello المياه المعتمد وقام البراس Shu الرعمي تقول لي تعرفين الآن مشكلة كبيرة ومن التعرفين ومن التعرفين سوف تحاول عن معرفة ما ترا و هذا يجب أن تتعلم من ناحية التقافة المالية لكي ينجح كانت الكثير من الأخوة من ناحية التعلام كانت الكتوبة ويوتيوب و أنا كنت أهدر على التقافة المالية على طرق ربح من الانترنت أو الخدمة في الانترنت لم يكن ربح كانت الناس واحدة أخرين فأنتم تتظهر وطلع وطلع وتثبت وثبت في التفاهه تفرج في شيء ما ستنفعك صحب كل هذه التفاهه ستنفعك الله يرحمك الولدي هل أنت يهدر في الأخور ما ستنفعك؟ لذلك ستنفعك و تقول أنا لا لدي الفلوس أنا تهدر فقير أنا معمرني معنون اللي غاني هذين يكذبوا عليهم هذين يستغلوني للمشاهدات هذين العقلية الفقير كديرها استعمل جوجل صحب اخذ جوجل وكتب هاو تو عرام الانفورماسية كل شيء موجود لكن ستركز وتعلم وتطبط الحاجة الثانية التي لا أريد أن تدخلها هي أنك تصرف كثير من اللي تدخل وهذا رأى مشكلة التي تطلبها الكثير من الناس لا يجب أن يتجلبوا تجلبوا تاجوجة ريال و تجلبها لابس لبساء مفرقعة يجب أن يحفقها و يقلب على كل شيء يخلص عليه هل ننشأ المشكلة؟ لذلك لديهم الفلوس لا يتعاملون بحلقة رأيلا ديما كتدفع كتر من اللي كتبض عمك لا يتطلب الفلوس هنسى هنسى ولا يحتل لديهم الفلوس نقول الميدل كلاس لا يتجلب حلقة يتحرك أمين و يحاول يستعمل بخصص ما بين و الميدل و السيطرة لإستعمال ليستعمل لأيضان لكي يجعل الفلوس بطور والفلوس بخصص لا يتبعوا أكثر ريال للأس ولكن هذا مشكلة ستقع غير عايش عايش والميدل في البنكات يدخل يخرج أكثر من ذلك لا يجب لا يجب العالي فكرة الأخوة ملايين دولارات تجدون أن يخسرها في حد الوقت جداً خسر لماذا؟ لأنه لا يعرفون إجارة تلك الفلوس كان بإمكانهم تدير لهم زبالة ديال الفلوس من فوق ذلك إذا لم تتعرف التعامل مع الفلوس ديالك لن تدير بها أولاً أدريت له حافز المنزل شرية طنبيلات الصهارات روج الدخول العطال تسلل تلك الفلوس مسكين وترجع غاز على التس ولكن الناس الذين يعرفون كيف يجارة وفلوس ديالهم يستطيعون أن يبدأ من الزارة وتخرجوا بقليلات مكتبه وهذا بسبب علمهم المعرفة سبب التركيز إنه لا تدفعوا أكثر من المشاكل هذه خصوصة تكون قائدة أساسية المشاكل الثالثة التي لا تريدون أن تكون لديكم هي تبقى لديكم الكريدي لأنه لديه شيء كريدي يحاول أن يستددوا لديه مكان و يحاول أن يجب أن يقص من راسه و يستطيع أن يقص من خميل لديه سيجعلك الكريدي لأنه سيكون قائدة حياة كاملة تقدر تخدم خدمات واحد الظاهرين باش تخلي فلوس اكثر باش تستدعلك تلك الكريدي كيلي كعرفوه ايش تعمل الكريدي اما في العقار ولا باش يدروا شي بيزنس هذا كبعده على الاقل غادي يعطيك واحد العائدات خأ انا ما كانت تتفقش مع اي نوع ديال الكريدي لاش لانك يغيبه مما شهده هو السيزة المتروحة الموشكل هو من لي الانسان كياخد كريدي باش يمشي في عطلق ولا كياخد الكريدي باش يشري طنوبيل الطنوبيل وكتح القيمة دياله هو غادي وكيخلص اكثر واكثر على لاش لان لازم تري غادي وكتح القيمة دياله وكتح القيمة دياله وكتح القيمة دياله وكتح مشكلة في مكانها ومن غير الطنوبيل قدرت تحتاجها الخدمة كله كيلي كيلي كريدي باش يشاري ايثون او لا يشاري سبرديلة او كوستيوم او حاجه ما عنده التشي عالقه او حاجه لا يستطيع التعود عليه بالنفاع حيالا ذلك الفلوس ريكي تلاحوه في الظبل دائما الخوط خساركم تخموه في التشي عالقه واذا ذلك المشاركي عن تشريه واذا يتعود عليك بالنفاع واذا يت jardملك ذلك الفلوس أباك اذا كانت لا يوجد لذلك لا تشاريه الا اذا كان بديك الكثير الفلوس والذلك الكل اللي ستشره هو البرزع مبين عن الأشياء في هذا البحر التفلس الذي لديك لا يمكن مشكلة يجب هنا الخوطث في الكثير من الناس يقول لي افتضح بالتحر كان جدنا في الكريديد الطر الامر و الطنوبيل كريديد هذه الريد هذا يجب عليك المساعدة لكي نأكل هذه هي مشكلة أراك عايش فوق من المساعدة وإذا لم تتخلص المساعدة لكي تخلص المساعدة وإذا كنت تذكر أراك المساعدة لكي نقص بالسعام أحاول تخدم في شيء موحد أخرى أو لا؟ أدخل طرق أخرى لكي تضاعف من المساعدة التي تدخل أرى موحد أخرى من المدخل أو المدخل الأمر الرابع الأمر أحسن أن تختكいる من الممكن أن تتخلص المساعدة من المساعدة لكي نأكد الناس ويستطاع فيها ضرور ما تريد أن تتكلفة ومن المساعدة تريد أن تلقى مكتابة وما تحصل فيها طيبة أن ترحبوا الشعارة تفصحوا العلاقة بين المساعدة ووقت لتترحى العلاقة بين المساعدة يدعى لكي بردان كبير لكي تتحلم أخرى ما يعني؟ إذا كنت تعمل في شركة تعمل 8 ساعات في النهار يجب أن تخلصك قدر في كل ساعة أنت ترى هذا الوقت محدود الماكسيموم الذي ستقدر أن تعمل هو 8 ساعات في النهار والماكسيموم الذي ستقدر أن تقبط هو القدر الذي ستعطيك في 8 ساعات أما الذي ستفسخ العلاقة بين الوقت والفلوس ستقدر أن تأخذ فلوس أكثر وأكثر كم تزاف طوره مثلا تعمل البزنس تبدأ بشوية بشوية تسكيله وهكذا ستعمل منه الفلوس والذي ستكبر ستعمل من أشخاص أخرين والذي ستكلفونك بمسائل وتستطيع أن تفسح بشوية بشوية أخرى وهذا ستكبر بشوية بشوية و ستأخذ فلوس أكثر من الأشخاص الذي ستحلم به وهذا فلوس الذي ستكبره لا يوجد أي علاقة بشكل وقت تعمل لأن لديك أشخاص يعمل معك بعدما تعمل من الأشخاص الساعات يأخذ عشر أو عشرين من أشخاص أكثر وهذا مختلف وإن في شخص الموضل يعمل لك جيدا ستكون مختلفة ستكون مختلفة ستكون مختلفة و ستكون مختلفة و نفس الشيء بالنسبة للإي كوميرس هناك الكثير من الطرق كيف تعمل معك و تفتخل العلاقة بين الوقت و الفلوس حسنا كما قلت لكم تقرأ بشوية أشخاص الذي يأخذ الفلوس بدون أن تكون تماما مثلا كنت أشخاص بأمازون لا تحتاج أن تكون مقابل هذا الشيء لكي يدخل لك الفلوس وكذاين فlying لا أحتي وتكون مختلفة لا تحتاج أن تتمكن مقابل لا تحتاج أجوض ولا أل ما تعلم stuck هذهmazوغوط ألف ينجف إليم هناك على انتقاج تتعرف كي يمكن تقنص م tungص أو ملائك أو مهاجم أو أسلا أيضا لا票 في الكريبتو تستطيع أن تعمل في KDP, AT, Redbubble ويوجد عرام الأشياء التي تعمل فيهم تستطيع أن تعمل ويبسايت ويوجد بلوغ تكون أنت مدوين لتصوّب البلوغات وتتخلص من الـ AdSense وفي نفس الوقت تستطيع أن تعمل أفليت ماركتنج ولا تستطيع أن تعمل في العمولة تستطيع أن تعمل في مجال أكثر تستطيع أن تعمل يوتيوب تشانل يوجد يوتيوب الفلوس على الأخوة أرى ما أريد أن أقول لكم إنسان يدخل ويعمل على عرصة موجودة في طبيعة الحال سيكون هناك وقت في الأول الذي يجب أن تحطر من جيبك لكي تبني هذه الأشياء وكي تستطيع أن تعمل في مجال ولكن من بعد قليل سيؤدي العائدات أكثر من الأشياء التي تعملتها ويجب أن تؤمن أن هذه الأشياء سيعمل في مجال يعني لا تستطيع العائدات من الساعة يعني تستطيع العائدات يعني الجزاء لا تستطيع العائدات من الساعة سيكون من بعد فهذا أول فقط ما بين الـ Entreprenepreneur لا يوجد مشكلة أنها تزنة شهرين أو ست شهر عام أو عام يمكن أن ي خذ المزيد عنه أكثر على المشاهدة أو اليوم ويضع على المشاهدة أو اليوم لذلك سأتقول أن Entrepreneur هذه هي Entrepreneur وعندما تعلم كيف أقل تعمل لتعلم كيف يعمل كيف يعمل كيف يعمل كيف يعمل كيف يعمل كيف يعمل تتعلم كمع ويعمل وفي ساعة تتعلم قليلا بقليلا و تتطبق لك ما تعلمتها في البيزنس الخامسة التي لا تريد أن تقوم بالخدمة على خدمة لك مصدر واحد لدخل كذلك الإنسان الذي يبدأ في الحياة تكون لديه خدمة لا مشكلة ولكن لا تتعوي عليها تتعوي عليها في 40 عام و لا تتعوي عليها كمصدر واحد لدخل لك بدأت خدمة لدخل لك و تتحرك ممكن أن يقوم بخدمة لدخل لك ثلاثة ولا رابعة و هي رادية الن فقد تقدر لك الإنسان إذا تقوم بعمل لك إشاركات إشارة أو إشارات إشارة شراءة أو إشارة فقد تقدر لك الإنسان إذا لديك منبتك جناع وتعمل م concerning YouTube فقد تقدر لك الإنسان إذا كنت بعمل لك أمزون فقد تقدر لك التي تقدر لك الإنسان إذا كنت بعمل لك في KDP أو في Redbubble أو في Etsy أو حرارة تسوق لكي تفيد على حيواتكم و أعجبها فقد تقدر لك الإنسان وما تتحدث Uma difference يجب أن يتسارع و ينقذ و يقول أنه خاسر في الأخير إذا أصبح فلوسك في الحوايج الذي يدخل لك الفلوس لا يوجد الحوايج الذي يدخل لك التالعب تشغيلهم و الفالورهم كالتح السابع الذي لا تريد أن يكون لديك واحدة العقلية للفاقر إذا كنت لديك العقلية الغانية لا تستطيع أن تدخل الفلوس من نهار للو ولكن واحد من نهار ستقدر تدخل الفلوس لماذا؟ لأن كل نهار تجرب حوايج جداد و ترى ما يستقل و لا يستقل ستستطيع أن تدخل لك شيء و ستستطيع أن تدخل الفلوس و لديك شرطة لكي تدخل الفلوس أما إذا كان لديك العقلية للفاقر الذي يأمن أنه لا يستطيع الفلوس يأمن أنه فاقر تضف حي فاقر و لا يريد أن تتعدل و يجب أن يكون مهاجم سيكون محدود في هذا التفكير لا يجرب شيئا سيكون يكره عباد الله لأنهم يستطيع الفلوس سيرى الناس الذين لديهم الفلوس كان صعبا أو لا يشفرون الورزقا أو لا لا يشفرون الورزقا طريقة التفكير كيف تستطيع أن تؤثر لك على النتيجة و سوف نتعرف على هذا الشيء ستسقطوا على التفكير والموتيفيشن والتقافة المالية سوف نرى الكثير من الفيديوهات التي ستستفدو منهم غير أن يفتح عقله قليلا و يتصنط المعلومات الجديدة التي لم أسمعها من قبل و يحيد عليها التفاهة يحيد عليها التفاهة تفرج في شيء جديد لا يمكنني أن تحسن لا تدرك أيضا و بالنسبة للشخص الذين يحتاجون المستخدمات المالية أو على الناس الذين يحتاجون ما يشفون سأريدون المستخدمات و أصلكم في 24 ساعات و سأستطيعون الكمال يمكنكم المستخدمات المستخدمات التي سوف نتحرك من قبل وطرق أخرى للدفع تصلوا بنا وقالوا لطريقة مفضلة للدفع ونقول لكم ماذا تفعله وبالنسبة للناس الذين يريدون أن تعلموا ماتبع امازون من احتل زاد سوف نجعلكم الانتحت ان شاء الله والذين يريدون 200 نيشات جيدة سوف نجعلكم الانتحت والذين لا يوجد الوقت لكي يقلب على الانتحت او لا يعرف كيف يقلب سوف نجعلكم الانتحت أتمنى أن أعجكم هذا الفيديو اضعوا اشتركوا في القناة اغطوا على لدك زر الجغلس لكي يصلكم الفيديوهات كيف نظرهم اغطى جمع أخوتكم لكي يستفيد ونراكم فيديوهات جاي ان شاء الله